بعد اجتماع اللجة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان أصدرت حكومة الإقليم قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بينها إيقاف دخول السائحين من محافظات الوسط والجنوب إلى محافظات الإقليمة كذلك استمرار دوم المدارس والجامعات مع التأكيد على الاتزام بالشروط الصحية نحن كلفنا المحافظات باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة المواطنين في إقليم كردستان والعراق كنت تعرف منع التجول في كافة محافظات العراق يبدو أن الوضع الصحي ليس بجيد ووضع سيء وهذا ما دفع بالنجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا أن تتخذ هذا الإجراء الاحترازي وتم تحديد تحديد وفود هؤلاء السواح إلى إقليم كردستان نحن طبعا كحكومة وبالذات وزارة الصحة على اتصال مع حكومة العراقية ومع الجهات الأخرى الدولية نتمنى أن يصل اللقاح في أقرب وقت ممكن ووفق برنامج تم وضعه من قبل وزارة الصحة بالتوافق معه وبالتسيق معه وزارة الصحة في العراق تم إعطاء الصلاحيات للمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بحفاظ على صحة الجميع ليس فقط في الإقليم ولكن حتى السواح الوافدين من المحافظات الأخرى من العراق للإقليم طبعا اليوم اجتمع اللجنة العليا لمكافحة بيروس كورونا في الإقليم وبإشراف السيد وزير الداخلية وبحضور الوزراء ذات العلاقة وتم مناقشة الآراء وفق تقييم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان وتم اتخاذ مجموعة من القرارات من أهم هذه القرارات الاستمرار في الدوام الرسمي للمدارس والجامعات والمعاهد في حكومة إقليم كردستان